أخبار النادي الأهلي نبدأ من عند القرار بخصوص ضم مهاجم أجنبي واتخذ النادي الأهلي قرار نهائي بشأن موقفه من ضم لاعب أجنبي جديد ودخل الاجتماع اللي حضره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع مارسي الكولر المدير الفني للفريق بحضور لجنة التخطيط وأعلن النادي الأهلي تأجيل البت في المكان الخامس لللاعبين الأجانب لانتقالات يناير يعني في بعض الأمور اللي محتاجين استضحها في الأمور الفنية هيحقق مصلحة الفريق واحتياجاته وتمت منقشة استعدادات الفريق للمرحلة اللي جاية والتجديد لبعض اللاعبين اللي هتنتهي عقدهم بنهاية الموسم المقبل خلال الاجتماع وتطرق كمان الاجتماع لأزمة ضيق الوقت عند انتهاء لعبي الأهلي الدوليين من المشاركة مع منتخب مصر في مباراة موريتانيا اللي هتكون يوم 15 أكتوبر اللي جاي بإذن الله وصعوبة لحقهم بوقت كافي بالفريق للمشاركة في السوبر المصري المفروض انها هتقام بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات خلال الفترة من 18 ل 21 أكتوبر اللي جاي بإذن الله بعدها هيكون فيه انتظار الأهلي أولى مبارياته بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 25 من نفس الشهر وأكيد طبعا يعني جدول جدول بدأ بسرعة جدا ومضغوط من المباريات نروح لأخبار علي معلول نجم النادي الأهلي اللي بيغاصل أداء برنامجه التأهيلي للعلاج من الإصابة اللي تقرد لها معلول طبعا واللي كانت عبارة عن قطع فيه وتر أكيلس من فترة وبعدها عمل عملية جراحية بيؤدي علي معلول دلوقتي برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي وهيرجع للمشاركة في التدريبات من جديد في نهاية أكتوبر اللي جاي أو بداية نوفمبر على أقصى تقدير وطبعا عايزة أفكر حضراتكم أن الأهلي ما أيتش علي معلول في قيمة الأفريقية لحين تعافيه بسبب أن إصابته هتحتاج لوقت للعودة من جديد والتأقلم حتى الجهازية للمشاركة في المباريات خبر تاني خاص بأشرف داري مدافع النادي الأهلي المشاركة في تدريبات الجماعية الفريق طبعا بدأ بالفعل بعد تعافيه من إصابة الجزع في كاحل القدم اللي اتعرض لها مع منتخب المغرب مؤخرا وأكد طبيب الأهلي أن أشرف داري انتظم بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية وهيشارك بشكل طبيعي بدءا من النهاردة وده بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاض مؤخرا كمان بيدرس مارسي الكولر المدير الفني لنادي الأهلي إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق أمام جورماهية الكيني في مباراته المقبلة اللي المفروض هتكون يوم السبت زي ما قلت لحضراتكم على استاد القاهرة الدولي في مباراته الإياب دور الـ 32 بطول الدوري أبطال أفريقيا الاتجاه الأكبر عند الكولر هو إراحة وسام أبو علي أو إشراكه في شوط وحيد في حال البدء بيء أساسي على اعتبار أن الفريق خلاص اقترب من الصعود لدور المجموعات بعد النتيجة الكبيرة والفوز بيه 3-0 في نتيجة الزهاب وبيفكر كولر كمان في إراحة رامي ربيع وعدم مشاركته عشان يمنحه الراحة الكافية يعني محتاج هو رامي ربيع الراحة لفترة اللي طبعا بعد عودته من معسكر المنتخب ما كانش خاد الراحة الكافية شارك فيه المباراة أحرز هدف كان ليه نصيب من الهدف الأول بيتقلق رامي ربيع في الحقيقة الفترة اللي فاتت وكولر محتاج يستعين به في مباراته في مبارات السوبر الأفريقي اللي هتكون يوم الجمعة القادمة بإذن الله فبيفكر أنه يبقى في إراحة له سام عبو علي ورامي ربيع كمان شكرا